و سيبقى الأردن عصيا لكل معتد أثيم أحبتنا بدنا نرحب بضيفنا و ما بدنا نطيل أيضا على العين الدكتور توفيق باشا الطوالبة نظرا للارتباطات الموجودة الآن بمجلس الأعيان ولنتحدث بشكل مباشر من خلال سعادة الباشا و من خلال الخبرة المتراكمة الأمنية لديه و دور المؤسسة التشريعية الآن بشقيها مجلس النواب و مجلس الأعيان و تحديدا لنذهب إلى مجلس الأعيان و كان هناك وقفة كبيرة جدا كباقي مؤسسات الدولة و مؤسسات المجتمع المدني و أيضا أبناء الوطن كافة بهذا الشأن بدنا نصبح بالخير و نرحب بالباشا سعادتك أسعد الله صباحك أهلا و مرحبا بحضرتك قد تكون لقاءنا خاص لنوم شوية و أحداث قد تكون وحدتنا غضب وحدنا جميعا و لكن من خلال خبرة حضرتك المتراكمة في المجال الأمني أو العمل مع المؤسسات الوطنية الأمنية و حضرتك أكيد كسادة المشاهدين نعلم بأن الأردن يقع في قلب الحدث و التحديات حوالي و الفرص متاحة أمام ما يطال العالم أو ما به العالم الآن من أزمات و انفعالات و احتراق بشكل عام و الأردن في قلب هذا الحدث و ليس بعيدا و ما يحدث في الأردن الآن يعني هي واحدة من الارتدادات و التحديات اللي بتواجهه كالمنطقة الملتهبة حواليه على كل حال كيف تقرأ المشهد حضرتك يعني كنت تدير مؤسسة وطنية أمنية كيف تقرأ المشهد الوطني بجهازه الأمني و الوطني في هبت الكرك بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين و نترحم على شهداء الوطن جميعا و نتمنى الشفاء العاجل إن شاء الله للمصابين كما يعلم الأخوة المشاهدون و كما تعلموا التحديات و التهديدات المحيطة بالمملكة الأردنية الهاشمية لا تخفى على أحد و الأردن من الدول الأوائل اللي وقفوا ضد الإرهاب و أعلنوا الحرب على الإرهاب بقيادة جلالة سيدنا و الأجهزة الأمنية و قواتنا المسلحة كما يعهدها الجميع دائما هي إن شاء الله حد السيف و رأس الرمح للدفاع عن أمن و استقرار المملكة الأردنية الهاشمية فالمطلوب بهذه الظروف بمواجهة هذه التحديات و التهديدات علينا أن نكون دائما صف واحد خلف قيادتنا الهاشمية ندعم أجهزتنا الأمنية و العسكرية و مؤسساتنا الوطنية نشد على أيديهم حتى يتفرغوا إلى واجباتهم الأمنية بالإضافة إلى الواجبات الإدارية و الفنية المختلفة الملقاة على عاتقهم حتى يحافظوا على أمن و حياة و أرواح المواطنين و المقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية فمر على الأردن أزمات كثيرة و حوادث كثيرة و لكن دائما الأردن قوي قيادته و أجهزته و المواطنين و العزيزين الذين يتصفوا بالمروءة و النخوة و الحمية و دعم المؤسسات و الأجهزة العسكرية و الأمنية و المؤسسات الوطنية أيضا في كافة الأزمات التي مرت و دائما الأردن كان دائما يخرج من هذه الأزمات بنجاح و يستفيد من الدروس و العبر و يقوي الإيجابيات و يتلاشى السلبيات لأن التحديات مستمرة كما يعلم الجميع الظروف المحيطة و الدول الموجود بها أزمات الأردن الحمد لله أن دائما قيادته و شعبه و أجهزته سيبقى عصيا على كل من يحاول أن يمس أمنه و استقراره و بالنسبة للمؤسسة التشريعية مجلس الأمة بشقيه الأعيان و النواب حقيقة من بداية الحدث رئيس مجلس الأعيان الأعيان و اللجان المختلفة على مدار الساعة متابعين لكافة الأحداث تم اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق و التشاور و إيصال المشورة و الرأي لكافة المعنيين في هذا المجال أيضا هناك توصيات و دراسات مختلفة لتعزيز أمن و استقرار الأردن و توحيد الجهود و تنسيقها حتى يكون الدعم و الإسناد منظم و نفسح المجال لأجهزتنا الأمنية لأنه كما تعلموا الأجهزة الأمنية و العسكرية يوجد لديها خطط و جاهزة للتنفيذ في أي طارق و هذه الخطط أيضا يوجد إدارات متخصصة لإدارة الأزمات و السيطرة عليها و الخروج بأقل الأضرار نعم فبهذه المناسبة المطلوب مننا أن نكون وعيين و مدركين لما يحيط حولنا أيضا أن نمرر المعلومة الصحيحة في الوقت و المكان المناسبين لأجهزتنا حتى يستطيعوا أن نتخذوا الإجراءات المناسبة و ينفذوا واجباتهم بالشكل الصحيح نعم باشا بهذا الإطار و من خلال الخبرات الأمنية المتراكمة و أنت كنت مديرا لمديرة الأمن العام سابقا و أيضا لقوات الدرك نتحدث عن الدور المجتمعي ثقتنا بأجهزتنا الأمنية و جيشنا العربي الباسل حقيقة ما في اثنين بيختلفوا عليها ثقة مطلقة بالحرفية بالمهنية بالكفاءة بالتنفيذ و بالسيطرة إذا تحدثنا عن الظروف الاستثنائية بحالة الأزمات و غير الأزمات بطبيعة العملية الأمنية بشكل يومي و حماية المواطنين نتحدث الآن عن الدور المجتمعي الآن الثورة التكنولوجية يعني فضاء متاح نتحدث عن فيديوهات تنتشر نتحدث عن معلومات قد تمرر و تكون بشكل مغلوط أو غير دقيق ما بدي أروح لمغلوط قد تكون بغير يعني بشكلها غير الدقيق و غير صادرة عن مصدرها الرسمي أو الجهة التي تعنى بها تحديدا المؤسسة العسكرية باختلاف صنوف المؤسسة و تشكيلتها هذه المعلومة يعني قد تؤثر على سير العملية الأمنية تسبب إرباكا لديكم أيضا بالتعامل مع واقع الحال بالميدان فبدنا وعي حقيقي ومن خلال خبراتك المتراكمة لمن يشاهدك الآن عبر شاشة الوطن شكرا لهذا السؤال مثل ما تفضلت المطلوب أن نكون وعيين ومدركين للظروف المحيطة نتأكد من المعلومة من المصدر الرئيسي نبتعد عن الإشاعة لأنه فيه هناك أجهزة ومؤدات وأطراف أخرى تحاول أن تلتقط أي معلومة أو تشوش على سير العمليات التي قاعدت تصير لذلك اللي مطلوب أنه حتى الدعم لما يوجه يوجه بالاتجاه الصحي يتم التنسيق مع المعنيين تمرر المعلومة في وقتها تأخذ المعلومة أيضا من مصدرها الرسمي ولا نستعجل على أخذ المعلومة حتى لا نؤثر على الدقة وتنفيذ الإجراءات أيضا هناك فيه إجراءات أخرى مطلوب من الأجهزة أنها تنفذها يجب أن لا نتدخل في هذه الإجراءات حتى لا نؤثر على سير العملية بشكل كامل ونقلل من الخسائر المطلوبة أيضا السلم المجتمعي في هذه الظروف ومكافحة الفكر المتطرف مطلوب من الجميع مطلوب من الأسرة من المؤسسات كافة من الجامعات من المدارس من الكنائس من المساجد في كافة مؤسسات وأجهزة الدولة أن يكونوا كلهم يد واحدة ونوعي الجيل الموجود حاليا لما يحيط بنا من أحداث ومن تحديات وتحديدات كما أسلفنا بالسابق ونكافح هذا الفكر بالوسطية والاعتدال ونركز على رسالة عمان التي خرجت للعالم أجمع وكان لها تأثير فاعل في كافة الدول والمؤسسات المعنية في مكافحة الإرهاب والمحافظة على السلم المجتمعي والأمن والاستقرار لكافة الدول والمواطنين والمقيمين أيضا في كل دولة دكتور طوفيق نحن بحاجة دائما لتحصين الجبهة الداخلية لأننا في كل أزمة أرادوا ما أرادوا من هذه الأزمة كان الهدف هو تشويه النسيج الأردني إثارة الفتنة على الأقل يعني الحمد لله لم تنجح أو لم ينجح أي مخطط في تحقيق هذا التفكيك أو أن يكون هناك اختلافات بشكل عام بالعكس كان هناك دائما الصف أقوى وأمتن والسواعد متراصة على أي حال موضوع التحصين الجبهة موضوع وارد ولابد لكن أنا من خلال قراءاتي ولا في دولة في العالم صارت محصنة يعني كل الدول حضرتك وسادة المشاهدين أكثر من دولة في العالم الجهاز الأمني عندها قوي جدا واخترقتهم أياد التطرف والإرهاب اخترقتهم إذن يجب أن يكون هناك خطابا آخر وتوجهات جديدة فيما يتعلق به هذا الموضوع يعني حضرتك من خلال خبرتك الأمنية وعملك في الأجهزة الأمنية والآن حضرتك في مجلس التشريع مجلس الأعيان كيف يمكن أن شكل الدول الجديد للأردن فيما يتعلق بهذا الموضوع وخصوصا أنه إحنا في قلب الحدث شكرا الحقيقة ما يميز الأردن ونتيجة لهذه المميزات حافظ على أمنه واستقراره منذ تأسيس الإمارة ولغاية اليوم وإن شاء الله ستستمر المسيرة قيادة جلال السيدنا ما يميز الأردن قيادته الهاشمية الواعية والمدركة لكافة التحديات والتهديدات والعلاقات القوية مع كافة الدول على مستوى الإقليم والعالم أيضا ما يميز الأردن شعبنا الوفي المخلص لقيادته والذي دائما كان في كل الأزمات المرت والتحديات المرت يكونوا كلهم صف واحد خلف القيادة والأجهزة والمؤسسات وعند الأمن واستقرار الأردن ينسوا كل أي أمور ثانية ويكونوا كلهم صف واحد خلف القيادة والأجهزة والمؤسسات الأمنية أيضا الحمد لله عندنا مؤسسات أمنية وعسكرية هي مستعدة للدفاع عن أرض وسماء وممتلكات وأرواح كل من هو موجود على الأرض الأردنية مواطنين ومقيمين وزوار للحفاظ على أمن واستقرار الأردن والدفاع عن بلدنا إن شاء الله دائما باستمرار فالمطلوب من الجميع مثل ما أسلفنا أن نكون وعيين ومدركين نتأكد من المعلومة في وقتها نسأل عن المعلومة من المصدر الصحي والمصدر الرسمي أيضا كل المؤسسات هي في حالة انعقاد مستمر في حال حدوث أي حدث أو أزمة من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى وهناك سياسات موضوعة وأنا متأكد أنه سيكون في رؤى جديدة واجراءات تتخذ لكن بصمت حتى لا يتم كشف بعض المعلومات أو التأثير على سير الخطط وتنفيذها ما لازم يكون عندنا ثقة بأجهزتنا بمؤسساتنا الوطنية نتركهم يشتغلوا أنا متأكد أن هناك رؤية جديدة واختلفة النظرة لأنه واضح العالم كله ليس في منأة عن هذا الإرهاب كل أكبر دولة في العالم فيما يتعلق بأجهزتها المخابرات والأمنية يعني دائما نتحدث فخر وأيضا لضيفنا الكريم الباشا الدكتور ولحبتنا المشاهدين أعتى الدول تسليحا وأمنا ليست بمنأة وشاهدنا واستمعنا يعني أحداث مؤخرا حصلت بأوروبا بأمريكا يعني نسمي يعني بعيدا عنها معروفة ومتابعة لدى الجميع لكن نحن بحاجة الآن إلى تعبئة وطنية إن صح القول أو إن صح التعبير فكريا ثقتنا بأجهزتنا مطلقة بإذن الله تعالى احترافيتها مهارتها تعاملها مع الأزمات التعبئة الوطنية حقيقة لدى المواطن الأردني يجب أن تكون بمقدار الحدث وبمقدار المرحلة وبحجم الحدث للأيام والسنوات القادمة وهذا دور مسؤول عنه الجميع لا نضع الكرة فقط بمرمى أجهزتنا الأمنية وأن نضع عليهم عبءا إضافيا أيضا المؤسسة التربوية المؤسسة الأسرية بنفس الوقت هي اللبنة الأولى المنزل المؤسسة التعليمية المؤسسة التعاملية أيضا بهذا مجازا نتحدث تعاملاتنا مع بعضنا البعض أيضا لا نريد الفتنة أن تدخل يعني ممكن بكلمة أو بتلميح أو بمعلومة مغلوطة قد تكون باشا بهذا الشأن الحمد لله أنه مثل ما تفضلت بلدنا إن شاء الله دائما نظل عصية على كل التحديات والتهديدات التي تواجهها بوجود قيادتنا الواعية الحكيمة ومؤسساتنا وأجهزتنا والحقيقة هناك إجراءات تتخذ في حال أي حدوث أي أزمة أو أي حادث لكن مثل ما أسلفنا بصمت وخطط موضوعة وإجراءات تنفذ بدقة وبحذافيرها كما خطط إلها ويتم الإعلان عنها في الوقت المناسب لذلك الحمد لله إن شاء الله الأردن دائما بخير جلال السيدنا بألف خير وأجهزتنا الأمنية ومؤسساتنا الوطنية وشعبنا العزيز اللي دائما هو مع قيادته ومع أجهزته ونتمنى لكل الأخوة إن شاء الله أنه يكونوا بأمن واستقرار وطمأنين دائما والأجهزة والمؤسسات ساهرة على مدار الساعة لقيام واجبها وتنفيذ المهام والواجبات المطلوبة منها ونتمنى مثل ما أسلفنا إن شاء الله أنه الشفاء للمصابين والرحمة لشهداء الوطن وشهداء الواجب وكل التقدير والاحترام لكم بالتلفزيون الأردني وهذا البرنامج الطيب لتوعية المواطنين ووضعهم في صورة الحدث وإن شاء الله سنة جديدة تكون خير على الأردن إن شاء الله يا رب وسعادة للجميع وطمأنينة ورفاهية ونسأل الله أن يحمل أردن وقيادته وشعبه وأن يديم علينا النعمة والخير دائما إن شاء الله نتمنى بعد من هيك مع حضرتك شوي ما ليش؟ نعم هل إحنا كمواطنين بعيدا عن كنت مديرا للدرك مديرا للأمن العام معين في مجلس الأعيان إحنا كمواطنين لما هيك نستعرض الأحداث اللي صارت في البقعة في إربد ركباء على الحدود نستعرضها وما حدث في الكرك ما وراء ذلك يعني هات بيزيدنا ليش إحنا نحكي يعني مش هم عم بيأكد وأنا عم بيأكد نصبح إنه إحنا على ثقة بأجلتنا الأمنية إحنا لا نجامل ولا ولا نتقاضى يعني على ذلك أجرا إلا من الله سبحانه وتعالى ليش يعني هلأ إحنا مش قاعدين في جلسة نتحدث على إنه هذه الأحداث اللي صارت كلها لولا إنه كان فيه هناك كشف مبكر لكانت النتائج أسوأ بكثير لأن المخططات كانت أكبر من ذلك صح يعني هل مظبوط ما نفكر فيه كناس نحكي يعني لسان حالنا بشكل عام أرجوك شكرا على أرجوك تحدث بصفتك توفيق الطوالب بعيدا عن الدكتور بعيدا عن العين بعيدا عن مديرا للدرك أو العمن أليس هذا أنه لولا أن هناك جهاز أمن وجهاز مخابرات وجهاز درك وجهاز وجهاز أمنية لكانت النتائج أكثر وأكبر من اللي حدث صحيح شكرا على هذا السؤال أيضا والطرح اللي طرحتي عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ورب ضرت النافعة يعني الحوادث بدأت تحدث في كل دول العالم لكن الأهم من ذلك اللي هو الاستفادة من هاي الحوادث ودراسة الدروس بشكل جيد وتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات وأيضا دعم المؤسسات والأجهزة وتوعية الجيل الناشئ والمواطنين والمقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية ليكونوا دائما صف واحد وما بينتبهوا للإشاعات ولا ينتبهوا للحوادث اللي قاعدة تصير وتحدث وهم ما يهمنا اللي هو الهدف الرئيسي أمن واستقرار بلدنا وطمانينتها شكرا لكم فخر بس تأكيدا لما تحدثت به هنا نسعى إلى المعلومة الوطنية الحقيقية التي نريد أن نتداولها الإبلاغ والإعلام عن المخطط من البداية عند الشك والريبة بالموقع أدى إلى إفشال المخطط الذي قد يكون أصعب من ذلك معنا ضيوف إن شاء الله سيتحدث فيه بس سنترك سعادة العين الدكتور توفيق باشا الطوالب شكرا جزيلا لك لأننا بعد ذلك مشاهدي الكرام سنكون مع الأب نبيل حداد مدير المركز الأردني للتعايش الديني وحديث خاص وحديث حول ما حدث في جريمة الكرك المروعة